شرع المدرب الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم ربح مجير في عمله على رأس العارضة الفنية للخضر بالإشرافة على الحصة التدريبية الأولى التي جرت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى اليوم استعدادا للمباريتين مام نايجيريا يوم الجمعة العشر نوفمبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطين ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفية المؤهلة إلى المونديال وكذا الودية أمام إفريقيا الوسطى المقررة يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر نوفمبر بملعب الخامس جوليا بالجزائر العاصمة التشكيلة الوطنية ستعرف غياب بعض اللاعبين فزيادة على فوز غلام عطل ورامي بن سبعيني سيغيب العرب إلى السودان بداعي الإصابة التي تعرض لها مع نديه دينازمو زاجريب الكرواتية